بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين نرحب بكم اليوم والجلسة رقم عشرين ضمن محاضرات الفصل الأول مجموعة الأعداد المركبة كون في الأكسنبر وفي الجولة السادسة ضمن فضاء مبرهنة ديموبر ورح نتحدث اليوم عن آخر فقرات مبرهنة ديموبر اللي هو نتيجة مبرهنة ديموبر عن المحاضرة اليوم مخصصة إلى كل من طلاب المدارس الاعتيادية ومدارس المتميزين لذلك أريد تكتبولي هذا العنوان The Result of the Demover نتيجة مبرهنة ديموبر واتكتبولي هذا القانون اللي موجود أمامكم إذا عندي صيغة قطبية هذه الصيغة القطبية مرفوعة إلى قوة واحد على أن إذا كانت مرفوعة إلى القوة أن يعني رح استخدم مبرهنة ديموبر الاعتيادية إذا كانت مرفوعة إلى القوة السالب أن رح استخدم تعميم ديموبر أما إذا كانت مرفوعة إلى القوة واحد على أن فهذا اللي رح نسميه نتيجة مبرهنة ديموبر والنتيجة تتحدث عن القانون اللي موجود أمامكم رح نحاول نفصل هذا القانون قبل ما نبدي في السؤال الأول وقبل كل شيء أريد أذكركم بأمر سبق وأن أخذناه في المحاضرات السابقة من رسمنا المستوي المركب واتفقنا بأن هذه الزاوية صفر وهذه الزاوية هي باي على اثنيا وهذه الزاوية هي باي وهذه الزاوية ثلاثة باي على اثنيا وأخذنا أربع نقاط تبعد كل منها عن نقطة الأصل بمقدار واحد اليوم رح أجي أمثل النقاط أم كان ما أقول واحد صفر رح أقول واحد أم كان ما أقول صفر واحد يعني معناها آي أم كان ما أقول سالب واحد صفر رح أقول سالب واحد وم كان ما أقول صفر سالب واحد إذن هنا رح أقول سالب آي زين شنو معنى هذا الحجين أذكركم سابقا بأن ذول الأعداد الأربعة المقياس مالتهم الر يساوي واحد وثيتة الواحد هي صفر وثيتة الآي هي باي على اثنين وثيتة السالب واحد إذن هذا سالب واحد وثيتة السالب واحد هو آي عفوا ثيتة السالب واحد هو باي وثيتة السالب آي هو ثلاثة باي على اثنين على هالأساس من يجيني سؤال يقول لي أريد منك تعبر عن الأي وهذا الأي ينتمي إلى الأعداد الحقيقية الموجبة عبر لي عن الأي وعن الأي آي وعن السالب أي وعن السالب أي آي في كل الأحوال رح أجي أستخرج الأي والأي هذا العدد الحقيقي الموجب في كل الأحوال بالحالة الأولى الأي هذا أي في واحد وبالحالة الثانية أي في آي والحالة الثالثة أي في سالب واحد والحالة الرابعة أي في سالب آي هسه رح أجي أستفيد من مخطط المستوي المركب والأي في واحد هذا معناه أي كوسين صفر زائد آي ساين صفر إذا يقول لي أي آي يعني معناها أي كوسين فاي على اثنين زائد آي ساين فاي على اثنين إذا يقول لي سالب أي يعني معناها أي كوسين فاي زائد آي ساين فاي وإذا يقول لي سالب أي آي إذن واضح جدا هذا أي كوسين ثلاثة فاي على اثنين زائد آي ساين ثلاثة فاي على اثنين إذا رح تقول لي ليش جذكرنا بهذا الحجين اليوم كل شوية رح أحتاج هذا الحجين يعني أول سؤال رح ناخذه بعد شوية رح أتحدث وياك عن السبعة وعشرين آي أنت رح تقول لي سبعة وعشرين كوسين فاي على اثنين زائد آي ساين فاي على اثنين أتحدث عن السالب ستعاش رح أتقول لي ستعاش فيه كوسين فاي زائد آي ساين فاي رح أتحدث عن السالب أربعة وستين آي أنت مباشرة تقول لي أربعة وستين كوسين ثلاثة باي على اثنين زائد آي ساين ثلاثة باي على اثنين لأن الملاحظة اللي ما أخذيها سابقا إذا كان العدد المركب حقيقي فقط نسميه حقيقي الصرف فيور ريال أو تخيل الصرف فيور إماجيناري فيحول إلى صيغته القطبية البولارفورب بخطوة واحدة فقط أما إذا كان العدد المركب مكون من جزئين فيحول إلى صيغته القطبية بست خطوات اللي هي الار والكوسين ثلاثة والساين ثلاثة وبعدين رح أجي أحسب زاوية الإسناد الرفيرنس أنجل وبعدين أجي أحسب الارجيومنت الثلاثة وبعدين أجي أكتب الصيغة القطبية البولارفورب اللي هي اار كوسين ثلاثة زائد آي ساين ثلاثة اليوم رح نأخذ هذه النوعين من الأسئلة مرة أطيق عدد مركب مكون من جزء واحد فقط يعني الجزء الثاني قيمة صفر ومرة أطيق عدد مركب مكون من جزئين فإذا كان جزء واحد فيحول إلى صيغته القطبية بخطوة واحدة وإذا كان مكون من جزئين فيحول إلى صيغته القطبية بست خطوات إذا أتعمد آني دا أكرر بهذا الحجي بينما تسترجع الذاكرة سابقا وبينما هذا المخطط يكون ببالك لأن بعد شوية رح أطيك أسئلة وإنت رح تحلها وأنا أحلها وراك فلازم اتميز بين هذه الحالتين بعد أريد أذكرك بمعلومة ما أخذها بالمتوسطة بالإعدادية بأن من أريد أحول الصيغة الجذرية إلى صيغة أسية من أقول لك داخل الجذر X ودليل الجذر N أنت رح تقول لي هذا يساوي X أس واحد على N يعني شنو معناها من يجيني جذر 18 على سبيل المثال هذا معناه 18 أس واحد على 2 من يجيني الجذر التكعيبي للتلاثة هذا معناه 3 أس واحد على 3 من يجيني الجذر الخامس للسبعة هذا معناه 7 أس واحد على 5 وأيضا ممكن أرجعها بالعكس رح يجيني سؤال بعد شوية أقول لك شنو قيمة السبعة وعشرين أس واحد على 3 أكيد أنت رح تقول لي هذا يساوي جذر التكعيبي للسبعة وعشرين والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين إذا قدرت تحسبه فبها يساوي 3 لو كان مثلا 26 هذا يبقى جذر التكعيبي للستة وعشرين إذن هذا الأمر أيضا مهم جدا ورح أحتاجه محاضرة اليوم أسأل لي أريد منك القانون الأمامك تكتبه تعيد رسم مقطط المستوي المركب وأريدك تكتب لي تذكير هذه المعلومات لطيك إياها حتى أقدر أبدي بالمحاضرة أريد تكتب لي السؤال التالي باستخدام نتيجة مبرهنة ديموبر جد الجذور الثلاثة للعدد المركب سبعة وعشرين وطلاب المتميزين باستخدام نتيجة مبرهنة ديموبر فورم فايند ثري روتس باستخدام نتيجة مبر تتبولي هذا السؤال وبعديا ضعوا القلم وتنتبهون الحاجة اللي راح أتجي لأن من خلال هذا المثال ممكن تفهم تسعين بالمئة من محاضرة اليوم إذن باستخدام نتيجة مبرهنة ديموبر حتى لو أقل لي باستخدام مبرهنة ديموبر المبرهنة تشمل كل الخصوصيات تشمل المبرهنة الأصلية وتشمل التعميم وتشمل النتيجة الآن شون أعرف ياهو راح أستخدم حسب القوة اللي راح تظهر عندي إذا ظهرت عندي قوة طبيعية إذن راح أقول راح أستخدم المبرهنة الأصلية إذا ظهرت عندي قوة صحيحة سالبة أقول راح أستخدم التعميم إذا ظهرت عندي قوة نسبية أقول راح أستخدم النتيجة فبالامتحان أما هو يخصص يقول لي باستخدام النتيجة باستخدام التعميم أو لا يعمم يقول لي باستخدام المبرهنة وأنا أشوف السؤال الشرهملة أنا أجي أستخدم المبرهنة أو التعميم أو النتيجة إذن وراء ما كتبت السؤال اترك كل شي بيدك وتنتبه على الحاجة اللي راح أحكيه لأن من خلاله راح تستوعب جزء كبير جدا من محاضرتنا اليوم من قل لي جد الجذور الثلاثة طبعا هنا أكو فرق كبير جدا من يقول لي الجذور الثلاثة أو يقول لي الجذر الثالث إذن هنا إذا قل لي الجذر الثالث هذا أمر ما مطروق عندي بالمنهج هو مستبعد جدا أن يجي بالامتحان الوزاري لكن هنا يقول لي الجذور الثلاثة للعدد المركب هذا العدد المركب هو واضح السؤال يختاره بكيفه يريد يكون هذا العدد المركب مكون من جزء واحد فقط فرح أحول إلى الصيغة القطبية بخطوة واحدة فقط يقول لي لا أنا أريد مكون من جزءين فيحول إلى الصيغة القطبية بست خطوات إذن هنا اليوم البداية رح تكون سهلة رح أعيد كتابة السبعة وعشرين لكن من يمي رح أسميه زت من يمي رح أطيه اسم إذن هنا رح أقول زت يساوي سبعة وعشرين آي لسه تقول لي صير أسمي أكس نعم يصير ما يكون مشكلة صير يسمي أم أي حرف يقطر على بالك سمي إذن زت يساوي سبعة وعشرين آي أول عملية رح أسويها تحول هذا الحدد المركب إلى صيغة القطبية إذن إش رح يصير عندي أقول ويساوي حسب المقدمة اللي أخذناه الس سبعة وعشرين في آي يعني معناها سبعة وعشرين كوساين فاي على ثنيا زائد آي ساين فاي على ثنيا إذن هذه المرحلة الأولى انتهنا منها المرحلة الثانية يقول لي أريد منك الجذور الثلاثة فاين ذا ثري روت يعني معناها رح أطي عنوان رح أقول لي الزات أسواحد على ثلاثة إذا قل لي جد الجذران التربيعيان آني أقول لي الزات أسواحد على ثنيا إذا قل لي جد الجذور الستة آني أقول لي الزات أسواحد على ستة إذن من صارت واحد على يعني واضح جدا آني دا أستخدم النتيجة إذن الزات أسواحد على ثلاثة رح أعيد كتابة الصيغة القطبية اللي حصلتها اللي هي السبعة وعشرين كوسين فاي على ثنيا سائد آي ساين فاي على ثنيا لكن تقول لي هذا الأس هذه الواحد على ثنيا واحد على ثلاثة واحد على أربعة واحد على سبعة للآر يصير أس هذه القوة للآر يصير أس لكن ما تنضرب بالزاوية مبرهنة ديموضا تعميم ديموضا سواء كان التعميم الأول أو التعميم الثاني القوة تنضرب بالزاوية لكن بالنتيجة لا القوة ما تنضرب بالزاوية هذه القوة للآر يصير أس لكن من تدخل على الزاوية رح يصير ويا الكوسين هذا الكسر اتعوض مكان الثيتة بما يساويها وإحنا سؤالنا هسا الثيتة باي على اثنين اتعوض مكان الآن بما يساوي من ده يقول لك واحد على ثلاثة وآني كتبت واحد على أن يعني معناها الآن يساوي ثلاثة إذا قل لك الجذور الأربعة يعني معناها الآن تساوي أربعة إذا قل لك الجذور العشرة يعني معناها الآن تساوي عشرة هذا القانون ما أريدك تكتلة هذا رأسا اتعوض لي اتعوض مكان الثيتة بما يساويها وتعوض مكان الآن بما يساويها وهذا 2 كي باي يبقى على وضع ينزل على وضع copy paste رح تقول لي شنو هذا الكي أقول لك ورا ما تكتب القانون بسه هذا السؤال اش رح أقولي هنا إذن معناها رح يصير زت أس واحد على ثلاثة يساوي اش رح يصير عندك القاعدة تقول الواحد على ثلاثة للآر صير أس يعني معناها سبعة وعشرين أس واحد على ثلاثة تقول لي يصير رأسا أكتبها الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين يصير معكم مشكلة لكن بالزاوية اش رح يصير عندي cos وأجر خط كسر زائد i ساين وأجر خط كسر زين اش رح يكون بهذا الكسر الثيت هي pi على ثين الثيت هي pi على ثنية زائد 2k pi هذه رح تنزل والأن هو ثلاثة الثيت pi على ثنية 2k pi هذه رح تنزل والأن هو ثلاثة يعني لو رايد منك جد جذور العشرة للسبعة وعشرين i هنا رح تجي تكتب واحد على عشرة هنا واحد على عشرة الpi على الثنية تنزل وال2k pi ويتنزل مكان الثلاثة واحد ومر مكان الكي 2 لي وين رح تنتهي تنتهي بالأن ناقص واحد الآن من عندي بالسؤال ثلاثة ثلاثة ناقص واحد يساوي 2 إذن الكي رح تاخذ 0 واحد واثني فقط لو رايد منك الجذور الخمسة الآن هو خمسة خمسة ناقص واحد أربعة إذن رح تاخذ الكي 0 واحد اثنين ثلاثة أربعة تبدي بالصفر وتنتهي بالأربعة من تجي تحسبهم دولة رح تطلع خمس جذور هسا من دولة أحسبهم رح يطلعون ثلاث جذور إذن القانون واضح جدا الواحد على أن واحد على اثنين واحد على ثلاثة واحد على أربعة واحد على خمسة للآر الصير أس لكن للزاوية الثيتر تنزل الان تنزل الكي مرة تأخذ الصفر مرة واحد اثنين اثنين اربعة خمسة وين تنتهي تنتهي بالن ناقص واحد جيد إذن بهذا السؤال عندي ثلاث قيام للكي من قلة الكي تساوي صفر رح تب يؤدي إلى ست يساوي ذول ثلاثتهم رح أجي أكتب زت يساوي وهذا أيضا زت يساوي زين يساوي منه 27 أس واحد على ثلاثة هذا ثلاثة ذول ثلاثتهم ثلاثة زين بعد كوساين من نعوض مكان الكي صفر رح يصير عندي باي على ثلاثة كلها على ثلاثة شلون أجي أحسب ناتج البي على ثلاثة بشكل سريع جدا أريدك اتميز بين حالتين و كثير من الطلاب يصير خلط عنده بين ذني الحالتين إذا قلت لك شنو ناتج الأي على بي كلها على سي أو أقول لك شنو ناتج أي على بي على سي إذن بالحالة الأولى هذا شنو معنى معنى أي على بي تقسيم سي يعني شنو معنى يعني أي على بي في واحد على سي يعني معنى أي على بي سي أما بالحالة الثانية هذا معنى أي تقسيم بي على سي يعني معنى أي في سي على بي يعني أي سي على بي وأنا متأكد هواي طلاب كان يصور بأن الحالة الأولى والحالة الثانية نفس الشي لازم تعرف خط الكسر الأصلي وين فإن كان خط الكسر الأصلي هو البعيد فالقاعدة تقول مقام المقام هو ضرب المقام يعني هذا ماكو داعي أسوي تضرب البي مع السي إذا رح يصير أي على بي سي وفي موضوع نتيجة ديم وبر كل الأسئلة أغلب الأسئلة الغالبية العظمى هو من هالنوع هذا ما عندي من هالنوع من هالنوع الأول فمن تلقى مقام المقام تقول لي ضرب المقام يعني إذن هالس هنا من الكي تساوي صفر هذا كل رح إذن صار عندي باي على ثنية على ثلاثة إذن رح تقول لي كوساين فاي على ستة زائد آي ساين فاي على ستة شنو السبب لأن مقام المقام وضرب المقام أكو بيها تبسيط نعم أكو خلي أجل شوية زين من الكي تساوي واحد أس من الكي تساوي صفر انتهي أنا من ها وآني قلت لك بالمثال الأول رح أتأخر في شرحة أحاول أفصل تفصيل دقيق ما رح أقول تفصيل ممل تفصيل مفيد على مود الأسئلة الجاية تكون أسرع من الكي تساوي واحد إذن هذا الكي رح يكون قيمة واحد إش رح يصير عندي رح يصير اثني باي زين شلون نحسب ناتج باي على اثني زائد اثني باي بشكل سريع إسه هذه الحالة الأولى مسحنا ها إشلون أجي أحسبها بشكل سريع وإشلون أحسبها بشكل بطيء الشكل البطيء بأن رح أقول باي على الثنين زائد اثنين باي على واحد الكل على ثلاثة طريقة ما أخليها أيام زمان قلنا المقام ين أضربهم وكل مقام ينظر ببسط الجيران يعني ش رح يصير عندي واحد في باي هذا باي اثنين في اثنين باي رح يصير أربعة باي الكل على اثنين يعني معناها رح يصير خمسة باي على اثنين على ثلاثة مقام المقام ضرب المقام يعني معناها خمسة باي على ستة هاي الطريقة البطيئة وإحنا عادة أسئلة نتيجة ديمو نظر الحلم لت يكون مطول نسبيا لذلك إذا أكو خطوات أقدر أنجزها بشكل مقتصر هو رح يوفر لي وقت في الوزارة ما رح يسألني شلون صارت باي على ستة ما رح يقول لي أنا أريد منك تقول لي باي على اثنيين تقسيم ثلاثة في واحد على ثلاثة باي على ستة ما يريدها مني يريد مني جواب لذلك الطريقة السريعة لإيجاد باي على اثنيين زائد اثنيين باي باي على اثنيين زائد اثنيين باي على ثلاثة شو تقول تقول اضربها بشكل قطري بهذه الصورة اثنيين في اثنيين باي اربعة باي اش قد يطلع الناتج ضيف لهذا البص يعني رح يصير عندي خمسة باي على اثنيين على ثلاثة يعني معناها خمسة باي على ستة هس تقول لي اريد فتمثال اخر حتى الفكرة تتعزز عندي اقول لك ولا يهمك هس هنا اذا اجاك سؤال في امتحان الفاينال او امتحان اليومي الدرس القادم اقول لك اثنيين باي على ثلاثة زائد تو كي باي على خمسة لسه هنا من اقول لك على خمسة يعني معناها الكي رح تبدي بالصفر وبعدين واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة وتنتهي بالاربعة طيب من الكي تساوي صفر اش رح اصير الزاوية الاثنين كي باي رح تروح اثنين باي على ثلاثة على خمسة يعني معناها صير اثنين باي على خمسة عشر لان قلنا مقام المقام هو ضرب المقام من الكي يساوي واحد السؤال ابنا هس نضربها بشكل قطري رح اقول ثلاثة في ثنين باي هذا ستة باي الستة باي من اضيف الاثنين باي اذا اش رح يصير عندي رح يصير ثمانية باي على 15 زين اذا كانت الكي تساوي اثنين اثنين في اثنين باي رح يصير اربعة باي اذا هذا اربعة باي من اضرب اربعة باي في ثلاثة اثنين باي اضيف الاثنين باي اذا رح يكون الجواب شنو اربعة باي على ثلاثة على خمسة على 15 زين من الكي تساوي ثلاثة ثلاثة في ثمانية باي 24 باي زائد اثنين يعني رح يصير 26 باي على ثلاثة اعتقد تلاحظ اكوفة متتابعة اكوفة خوارزمية العلاقة بين كل اثنين متساوية شنو من اجي اطرح البسوط ثمانية ناقص اثنين هذا ستة 14 ناقص ثمانية هذا ستة 20 ناقص 14 هذا ستة 26 ناقص 20 هذا ستة اذا عندي طريقة سريعة وكل شواية رح تفيدكم تقول اذا كان عرفت الاول والثاني الكي تساوي صفر والكي يساوي واحد فرق البسطين 8 ناقص 20 6 وراها ضيف 6 6 زين لو كان هذا 7 فاي على 15 يعني الفرق رح يصير 5 رح نضيف 5 5 إذا كان الفرق 4 رح نضيف 4 4 لذلك الهدية اليوم لكم تقول إذا عندي هواية كيات قراج مع سيارات هواية كيات بالسؤال أتعب نفسي بأول كيتي نطيهم كروة لكن باقي الكيات مجانا أشوف الفرق بين أول واثنين بين البسطين مع وحدة المقام يعني إذا اختصار قبل ما أختصر أصلا إش قد يطلع الجواب رح أضيف هذا الفرق في كل الحالات محمد إجواد إذا كان عندك سؤال نعم أستاذ الكي بتساوي ثلاثة والكي تساوي أربعة من مقوض المقام 15 مثل بقية عفوا عفوا هذا 15 إذن هذا أنا متوهم إذن هنا كل 15 آسف جدا إذن معناها نعم من اختصر في حالة وجود الاختصار في حالة وجود الاختصار اختصر إذن هنا المقام هو موحد وراها في حالة وجود الاختصار رح أجي اختصر ناقض هنا فالتدريب آخر على مود نرجح إلى السؤال إذا جاني بالسؤال يقول لي مثلا ثلاثة باي على أربعة زائد كي باي مثلا على ستة من الكي تساوي صفر رح يصير عندي ثلاثة باي على ستة في أربعة اللي هو أربعة وعشرين من الكي تساوي واحد أقول أربعة في اثنين ثمانية زائد ثلاثة رح يصير دعش فاي على أربعة وعشرين اشقد الفرق السهن دعش ناقص ثلاثة صار ثمانية إذن وراها رح زيد ثمانية ثمانية إذن العملية أعتقد سهلة نسبيا تريد تسويها بالطريقة التفصيلية تريد تتعب نفسك بأول اثنين وبعدين هنا رح أضيف الزيادة في كل مرة إذن أرجع السؤالي من الكي جسائي واحد قلنا ثلاثة بأعشر هو كوساين حسب الطريقة اللي حسبناها خمسة باي على ستة سائد آي ساين خمسة باي على ستة من جتي لأن هنا ضربت اثنين في اثنين أربعة زاد واحد خمسة من الكي تساوي اثنين رح يصير عندي شنو رح يصير كوساين اثنين في ثلاثة ستة اثنين في من كي تساوي اثنين عفوا اثنين في أربعة ثمانية زاد واحد رح يصير تسعة إذن معناها تسعة باي على ستة زاد آي ساين تسعة باي على ستة زين حس هنا حصنا كي تساوي صفر واحد واثنين إذا كانت الزاوية الناتجة قابلة للتبسيط أبسط وإذا كانت الزاوية الناتجة غير قابلة للتبسيط تعوفة على وضعها إذن البي على ستة زاوية عرف إذن ش رح يكون عندي جواب إذن أقول ويساوي ثلاثة رح تنزل كوساين البي على ستة جذر ثلاثة على اثنين زائد نصف آي الثلاثة رح تدخل على القوس يعني رح يصير ثلاثة جذر ثلاثة على اثنين زائد ثلاثة على ثنين آي زين الخمسة باي على ستة الثلاثة رح تنزل الباي على ستة تعادل ثلاثين درجة ثلاثين في خمسة مية وخمسين بالربع الثاني إشارة الكوساين سالب وإشارة الساين موجب إذن الخمسة اللي غد تركت الباي على ستة كوساين الباي على ستة هذا رح يكون جذر ثلاثة على ثنين والساين رح يكون عندي نصف آي يعني معناها الجواب سالب ثلاثة جذر ثلاثة على ثنين سائد ثلاثة على ثنين آي زين الحالة الثالثة هو طلاب بدأ يتوهم بيها يقول لي التسعة تلغي وتترك إشارة يقول لك لا ما كوش عشين أول شي أفكر بي بالسؤال هو هل يوجد اختصار أم لا يوجد اختصار أول شي إذن تسعة باي على ستة تقبل القسمة على ثلاثة يعني معناها رح يصير عندي ثلاثة كوس ثلاثة باي على ثنين زائد آي ساين ثلاثة باي على ثنين والثلاثة باي على ثنين هي زاوية خاصة ميتين وسبعين درجة الكوس ما لاته صفر والساين ما لاته سالب واحد يعني ثلاثة في صفر ناقص آي ويساوي سالب ثلاثة آي إذن السؤال بسيط جدا جدا بالوزاري متكرر نصا مرة ومتكرر بتغيير الأرقام مرات أخرى يعني هم مكان ما يقول لي سبعة وعشرين آي يقول لي ثمانية آي رح اطيكيها واجب اليوم بس هذا رح سوي ثمانية هذا رح يصير ثمانية هنا ثمانية أستلت يعني معناها ذول كلهم رح يصير ونثنين مرة أخرى قل لي مية وخمسة وعشرين آي مرة أخرى قل لي أربعة وستين آي مرة يقول أريد الجذور الثلاثة مرة يقول أريد الجذور الأربعة رح أقول واحد على أربعة مرة أخرى يقول أريد الجذور الخمسة الجذور الستة إذن التغيير يصير تغيير طفيف جدا ولكن الإطار العام لحل السؤال هو بهذه الصورة إذن أريد منك بدون أن تباوح الشاشة تحاول تكتب كل ما سمعت حسن إذن هنا السؤال ماذا لو قيل ثيرد روت إذن أنا ما رح يقول روت سيقول ثيرد روت الجذر الثالث هذا المنطق موارد عندي بالكتاب ومستبعد أن يجي بالكتاب لكن علميا إذا أراد مني الجذر الثالث من الجذور الثالث إذن هنا مني يقول الجذر الثالث ويسكت يعني السؤال بيخل اللغوي لأن هنا إذا حسبت الجذور العشرة بيها جذر ثالث إذا حسبت الجذور السبعة بيها جذر ثالث فإذا يقل لي أو يقول لي جد الجذر الثالث لل 27 آي إذن هذا السؤال يعتبر خاطئ السؤال يعتبر خطئ لغويا لكن حتى يكون دقيق لغويا يقول لك جد الجذر الثالث من الجذور السبعة يعني رح تجي تعوض الكي تساوي اثنين لكن هيج مصطلح هيج سؤال ما موجود عندي بالكتاب ولا وارد بالامتحان الوزاري وأستبعد أن يجي بالامتحان الوزاري مستبعد جدا فكان كان عندي بالكتاب القديم إذا واحد عنده نسخة من الكتاب القديم قبل سبع سنوات يعني كان بالكتاب صيغة السؤال خاطئة كان يقول جد الجذر الرابع جد الجذر الخامس وبعدين صار التفاتة بأن أكو خطأ لغوي بالتعبير تحول السؤال إلى جد الجذور الأربعة وجد الجذور الخمسة إذن يفترض واضع السؤال ما يوقع بهذا الخطأ اللغوي وإذا احتمال بسيط وإذا إجاني سؤال وقل لي أريد منك الجذر الخامس ترى هو يقصد الجذور الخمسة يعني هو متوهم يعني ما أعتقد بأن هو يقصد فعلا الجذر الخامس لأن إذا قل لي الجذر الخامس من ياهو فهو يقصد الجذور الخمسة لكن هنا واضع الأسئلة الوزارية يفترض أن يكون دقيق لغويا سوى كان هنا بالعربي أو حتى هنا بالتعبير الإنجليزي حتى يكون السؤال ما يحمل أكثر من احتمال واحد هذا السؤال من إجاب الامتحان الوزاري إجاب بصيغ متعددة مرة يقول لي باستخدام نتيجة مبارهنة ديمو برجد الجذور الثلاثة للعدد المركب زين أكو صيغة أقرأ لحل السؤال نعم تكتب لي ملاحظة يمك تكتب لي ملاحظة يمكن أن يكون السؤال السابق يمكن أن يكون السؤال السابق وتكتب لي هذه العبارة طلاب العربي يقولون كتبون حل المعادلة التالية باستخدام نتيجة مبارهنة ديمو برج المتميزين كتبوا لي solve the equation by using result of ديمو برج يرى إذن حل المعادلة التالية باستخدام نتيجة مبارهنة ديمو برج واكتب لي جواها بإحدى الصيغ التالية بإحدى الصيغ التالية شنو هذي الصيغ ركزوا يا الصيغة الأولى يقول لي زد تكعيب ناقص 27 آي يساوي صفر الصيغة الثانية يقول لي زد تكعيب على 9 ناقص ثلاثة آي يساوي صفر الصيغة الثالثة يقول لي زد تكعيب هذه كلها جاية بالوزاري على آي ناقص 27 يساوي صفر إذن الصيغة الأولى رح أحول 27 آي للطرف الآخر يعني رح أقول لي زد تكعيب يساوي 27 آي الصيغة الثانية رح أحول السالب 3 آي إلى الطرف الآخر يعني رح يصير زد تكعيب على 9 يساوي 3 آي ومن رح أقول طرفين يساوي وسطين يعني معناها زد تكعيب تساوي 27 آي شوف وصلت إلى نفس النقطة زين الصيغة الثالثة من أحول 27 رح يصير زد تكعيب على آي يساوي 27 من أقول طرفين يساوي وسطين أو نضرب المعادلة في آي يعني رح يصير زد تكعيب تساوي 27 آي إذن دشوف ذني لثلاث أسئلة وصلت إلى نفس المرحلة زين ذول الصيغة التلاثة رح أحول 27 آي إلى الصيغة القطفية معناها جد قيمة المتغير في هذه المعادلة يعني جد قيمة زد يعني أريدك تخلصني من التكعيب شلون أتخلص من التكعيب هنا جذر تكعيبي وهنا جذر تكعيبي زين الجذر التكعيبي ما الطرف الأيسار ثلاثة ويا الثلاثة رح يبقى عندي زد والجذر التكعيبي ما الطرف الأيمن يعني معناها أس واحد على ثلاثة إذن رح أقول زت يساوي شنو أفتح قوس سبعة وعشرين كوس فاي على اثنين زائد آي ساين فاي على اثنين الكل واحد على ثلاثة شنو رح يكون فرقة عن السؤال السابق السؤال السابق كان هنا زت قوس واحد على ثلاثة لكن هس رح يصير عندي زت فقط شوف رح أنقل هذه الصورة إلى الحلم آلتنا هذه الواحد على ثلاثة رح تمسح رح يصير العنوان زت يساوي شوف الفرق بين هذه الحالتين أما ما تبقى من الحل هذا الحل كله رح ينزل نفسه هذا الحل كله رح ينزل نفسه ولكن رح يكون فرق العنوان شوف هنا بالنسبة إلى سؤالنا الأول العنوان كله رح يصير واحد على ثلاثة بالنسبة للسؤال الأول هذا كله رح يصير زت أس واحد على ثلاثة ليش لأن العنوان الأصلي ماتي هو زت أس واحد على ثلاثة لكن بسؤالنا الجديد العنوان كله رح يكون زت يعني من رح أبدي كي تساوي صفر وكي تساوي واحد وكي تساوي اثنين إذن كل هذه العناوين شرح أصير عندي رح أصير عندي زت يساوي زت يساوي زت يساوي إذن أريد أأكد على هذا الأمر من أرجع للسؤال الأول اللي كتبته قبل شوية أريدك تكتب لي ويا كل عنوان شنو واحد على ثلاثة ليش لأن العنوان الأصلي ماتي هو زت أس واحد على ثلاثة إذن شنو الفرق بين هذه الحالتين حرامات تضيع من عندك درجة بالامتحان الوزاري إذا صار عندك خلل بالعنوان إذا أقول لك جد جذور الستة مثلا للعدد المركب سالب 64 آي إذن شنو سأسوي هنا آن إذا أقول لك جد جذور الستة هذا سأسمي زت وورمات حول إلى الصيغة القطبية من تبدي بتطبيق المبرهنة أو النتيجة رح تقول لي زت أس واحد على ستة يساوي وتأخذ للكي من الصفر إلى الخمسة إذن كل العناوين رح تصير زت أس واحد على ستة ولكن من يقول لي بالسؤال حل المعادلة زت الستة زائد 64 اي يساوي صفر يعني معناها رح يصير زت الستة يساوي سالب 64 اي من تحول إلى الصيغة القطبية واتريد تخلص من الستة إذن كل العناوين ايش رح تصير رح ست يساوي لأن الطرف الآخر رح يصير عندي واحد على ستة فلازم تميز بين الحالة الأولى والحالة الثانية الحالة الأولى اللي كتبت هس أريدك تكتب لي ثلث ويا كل عنوان وأريدك تكتب لي هذا الحج اللي موجود أمامك الآن إذن هنا من تسأل تقول ماذا لو قيل في السؤال حل المعادلة سؤالك مهم جدا بل ممكن يجيب الامتحان الوزاري ماذا لو قال حل المعادلة ذات أس واحد على ثلاثة يساوي مثلا كوس اثنين اثنين باي على ثلاثة ذائد اي ساين اثنين باي على ثلاثة وخلي يطين وياها ار مثلا اثنين هاني شا قول السهنة قبل شوية من أريد أتخلص من الثلاثة قلت بالجذر التكعيبي للطرفين لذلك صار بالطرف الآخر واحد على ثلاثة بهذا السؤال سأقول بتكعيب الطرفين يعني معناها سيصير زت يساوي شنو اثنين كوس اثنين باي على ثلاثة زائد اي ساين اثنين باي على ثلاثة الكل تكعيب هسه سأطبق دي موبر يعني معناها سيصير عندك ثمانية كوس ثمانية باي او عفوني هنا رح يصير عندي ستة باي على ثلاثة ومن اجي اختصر رح يصير عندي ثنين باي زائد اي ساين ثنين باي والثنين باي هي نفس الصفر تعادل الصفر بالواقع مو نفس الصفر ولكن تعادل الصفر اذا كوسان الاثنين باي هو واحد والساين هو صفر يعني معناها ثمانية في واحد ذا الصفر اي يعني معناها فقط ثمانية اذا من يقول لي حل المعادلة المقصود جد قيمة المتغير في المعادلة فاذا كانت ست اس ان يساوي اي 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 ايش رح اقولي هنا رح اقول الزت يساوي اي اس واحد على ان يعني رح اطبق النتيجة اما اذا كان السؤال زت اس واحد على ان يساوي اي ويقول لي حل المعادلة انا رح اقول زت يساوي اي اس اذا سؤال جيد جدا وعاش تيدك على هذا السؤال اذا اكو سؤال اخر اذا 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 قال لنا باستخدام النتيجة هنا لازم احلها وبعد نوزع التكعيب لا 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 اذا هي ما رح يقول لي باستخدام النتيجة اي اذا يقول بس باستخدام يعني بس جزت يعني اقدر بس طوط الداخل وبعد نوزع التكعيب لا هنا بالحال رح يقول لي حل المعادلة التالية باستخدام مبرهنة ديموبر اذا قل باستخدام مبرهنة ديموبر الا هاي الطريقة اللي سولفتها لكن اذا فقط قل يحل المعادلة التالية محدد لي الطريقة ممكن استخدم ديموبر وممكن هذا رجع الى الصيغة الجبرية وبعد اخذ التكعيب الطرفين يعني اذا رجعت الى الصيغة الجبرية رح يصير عندي رح يصير اثنيا في سالب نص زائد جذر ثلاثة على اثنيا اي يعني معناها سالب واحد زائد جذر ثلاثة اي هذا اصدل اذا معناها الزت ايش رح يصير عندي رح يصير سالب واحد زائد جذر ثلاثة اي الكل ايضا سؤال جيد جدا هس اريد سؤال تحلو لي بنفس صيغة السؤال السابقة حل المعادلة التالية باستخدام نتيجة مبرهنة ديموبر والمتميزين تكتبوها بالصيغة الثانية solve the equation by using result of ديموبر theorem والمعادلة الاريدة منكم هس هو اكس اربعة زائد ستعش تساوي صفر شلون حلينا السؤال قبل شوية اريد الستاعش تحولوها الى الطرف الاخر تحولوها الى الصيغة القطبية رح تبقو لي ال اكس وحدها وبعدين رح يصير اس واحد على اربعة الكي رح تاخذوا صفر واحد اثنين ثلاثة واطيكم دقائق بسيطة ونستعنف نقاش السؤال نعم هده شنو رأييك بالحل اولا اساوي اكس اربعة تساوي سالب ستاعش خرج ايضا احنا رح اقول اكس اربعة تساوي سالب ستاعش نعم بعدين تساوي ستاعش ايضا شلون ستاعش ايضا مين جبت ستاعش ايضا 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 لا ايضا هده رح يرفض صدق عندك كلش قوي بالمايك يعني ارجو انصر حين الموقف نعم مها باسم كاملي شكرا ايضا ايضا نعم مها الاكس اس اربعة يساوينا ستاعش نعم اذا هذا ستاعش كوساين باي زائد اي ساين باي هذا حسب ما اخذناها قبل شوية يعني معناها الاكس هذا ايضا يعني ستاعش نعم في كوساين باي زاعد اي ساين باي لكل اس واحد على اربعة كوس حشي ايضا هنا اي ساين باي الكل اس واحد على اربعة طيب الاكس رح يساوي نعم الجذر الرابع للستة عشر اللي هو اثنين ايضا هنا رح اكتب الجذر الرابع للستة عشر بالخطوة الوراها رح اكتب اثنين او اكتب ستة عشر واحد على اربعة المهم كوساين باي زاعد ايضا ايضا معناها باي زاعد تو كاي باي على اربعة زاعد اذا اي ساين باي زاعد ايضا ايضا اذا هادا باي زاعد تو كاي باي على اربعة اذا هسا هنا رح نبدي بعالم الكيات من الكي تساوي صفر الاكس واحد على اربع ساون اثنين لا هنا الانوان شنو الاكس 1 على 4 لا مو احناش قلنا يعني هس انا رح اخذ الكي تساوي ورح اقول يؤدي الى بهيش نوع من الاسئلة قلنا كل العناوين هو اكس يساوي شوف العنوان الاختاريته اي هنا من طبقة مبرهنة نتيجة دي موبر رح يمشي على كل العناوين الاخرى من اجي اراجع هذا السؤال من طبقة النتيجة من قلتي هنا زت العنوان رح يمشي على كل العناوين الاخرى السؤال القبله من قلت زت اس واحد على ثلاثة العنوان رح يمشي على كل العناوين الاخرى للكي يعني معناها هس ش رح يصير عندي الكي تساوي دائما رح اقول اكس تساوي هنا شنو رح يصير اثنين في كوساين رح اختار كوساين زاوية زائت اي ساين زاوية لذلك هذه العبارة رح تتكرر عندي اربع مرات اذا رح اجي احجز لها مكان هاي المرة الثانية وهذه المرة الثالثة وهذه المرة الرابعة ازيان اول واحدة من الكي تساوي صفر الاخر تساوي اثنين كوساين باي على اربعة زائت اي ساين باي على اربعة تتبسط ورح ابسطها بعد شوية زيان من الكي تساوي واحد الكي تساوي واحد رح يصير الاخر تساوي نعم اثنين في كوساين ثلاثة باي على اربعة جيد اذا ثلاثة باي على اربعة وهذا ايضا ثلاثة باي على اربعة زيان ومن الكي تساوي كي تساوي اثنين الاخ تساوي اثنين في كوساين خمسة باي على اربعة زائد اي ساين خمسة باي على اربعة زائد اي ساين خمسة باي على اربعة من الكي تساوي ثلاثة اثنين في كوساين 7π على 4 زال الان ساين 7π على 4 إذن هذا رايزل 7π على 4 i ساين 7π على 4 إذا كان قابل للتبسيط أبسط زيان إذن الπ على 4 الكوساين والساين ما لاته واحد على جرد 2 لذلك إش رح يصير عندي رح يكون عندي يساوي يعني هذا هو أكس يساوي اثنين بمن رح تنضرب في واحد على جذر 2 زائد 1 على جذر 2 زائد واحد على جذر 2i زائد رح أجلها عندي بها غاية الثنين من رح تدخل على القوس فرح يصير اثنين على جذر اثنين منه معناه اثنين على جذر اثنين الثنين هو جذر اثنين في جذر اثنين واحدة منهم اختصر هوية المقام إذن رح يصير عندي هنا جذر اثنين وهنا رح يصير جذر اثنين i هسه ليش تركت الاشارة اذا اندي بها غاية ده اريد هادي رح تكرر هذا الاكس تساوي الثنين من مكانها زيان كوساين الباي على اربعة واحد على جذر اثنين الساين ايضا واحد على جذر اثنين يعني هنا رح يكون زائد وهذا رح يكون عندي زائد لكن بالثلاثة باي على اربعة ش رح يصير عندي الثنين رح تنزل الباي على اربعة خمسة واربعين فيه ثلاثة مية وخمسة وثلاثين بالربح الثاني الكوساين سالب والساين موجب يعني رح يصير عندي الساين واحد على جذر اثنين زائد واحد واحد على جذر اثنين اي من اجي اوزع رح يصير سالب جذر اثنين زائد زائد جذر اثنين اي زيان الخمسة باي على اربعة ربع ثالث يعني معناها كلاهما سالب اذا رح يصير سالب واحد على جذر اثنين ناقص واحد على جذر اثنين اي يعني معناها سالب جذر اثنين جذر 2 ناقص جذر 2 السبعة باي على أربعة وين صاير بالربعة الرابعة الكوسين يعني معناها رح يكون عند the 1 على جذر 2 ناقص 1 على جذر 2 يعني معناها التجواب جذر 2 ناقص جذر 2 إذا قل لي بالسؤال حل المعادلة إذا قل لي جد مجموعة حل المعادلة إذن كل هذه النتائج رح أجي أكتب S يساوي ورح أخليها داخل قوس المجموعة إذا أكو أي مداخلة على هذا الحل قبل ما أطيكم ملاحظة هامة جدا إذا أكو أي مداخلة فضلوا سؤال استغلت بس سؤال نعم الأكس بس أربعة والسالب ستعاش ليش السالب راحت هنا أحنا أول ما بديت المحاضرة اليوم خلي أذكرك بالحشي اللي بديت به هذا الحشي إن السالب أي هذا أقرأ أي في سالب واحد ألمود السالب واحد هو طي في السالب ستعاش هذا شنو معنى؟ معنى ستعاش في سالب واحد يعني ستعاش فساين باي زائد آي ساين باي ثيتة السالب واحد هي باي ثيتة الواحد هي صفر ثيتة الآي هي باي على اثنين وثيتة السالب آي هو ثلاثة باي على اثنين لازم أعزل عدد موجب سالب ستعاش ما يصير أقول عليها سالب ستعاش في واحد ما يصير لازم أقول عليها ستعاش في سالب واحد لو بالامتحان يقول لك أكس أس أربعة زائد ستعاش آي انت يساوي صفر انت راح تقول أكس أس أربعة يساوي سالب ستعاش آي يعني شنو معناها؟ ستعاش في سالب آي من هو السالب آي؟ تقول لي ثلاثة باي على اثنين زائد آي ساين ثلاثة باي على اثنين إذن اللي حشيناها في بداية المحاضرة اللي هو مراجعة عن مادة سابقة مهم جدا جدا شلون تحول العدد المركب إلى صيغة قطية نعم إذاك سؤال إذن موضوعنا راح يكون بأحد صيغتين أما يقول لي جد الجذور الفلانية هذه الصيغتين هذه الصيغتين الموجودة قدامك أما يقول لي باستخدام مبرهنة ديموبر أو نتيجة ديموبر جد الجذران التربيعيان جد الجذور الثلاثة جد الجذور الأربعة الجذور الخمسة للعدد المركب الفلاني أو يقول لي حل المعادلة التالية باستخدام نتيجة ديموبر إذن صيغتين ما عندي غيرها أما يقول لي باستخدام مبرو Find the square roots Three roots Four roots وهكذا أو يقول لي هنا Solve the equation by using Result of the mobile theorem إذن خلي نرجع إلى الصيغة الأولى اللي أخذناها خلي أرجع إلى الصيغة الأولى ونحاول نأخذنا سؤال كتبوا لي السؤال التالي باستخدام موبر هنأدي موبر جد الجذران التربيعيان جد الجذران التربيعيان يعني هنا شرح أقول سكوير roots Four complex هنا رح أجي أقول الجذران التربيعيان للعدد المركب يا عدد مركب أريد ثلاثة زائد ثلاثة أي باستخدام نتيجة موبر هنأدي موبر جد الجذران التربيعيان للعدد المركب ثلاثة زائد ثلاثة أي زين هنا السؤال شوي اختلف ليش اختلف لأن أنا بطبيعة الحال لازم العدد المركب اللي ناطنيا رح أجي أخذه على صفحة أسمي زت العدد اللي ناطنيا رح أقول زت يساوي ثلاثة زائد ثلاثة أي إذا كان العدد مكون من جزء واحد فقط فيحول إلى صيغته القطبية بخطوة واحدة فقط وإذا كان العدد مكون من جزئين لا هذا لازم حول إلى الصيغة القطبية بست خطوات يعني معناها رح يصير عندي البي زت هذا يساوي ثلاثة ثلاثة زياني منه منعدكم يرد للحال لتحويل هذا العدد المركب إلى صيغة القطبية نعم بعد الباقين يا الله فاطمة من ده نعم 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 هنا رح نطلع الار يعني رح ناتج نهائي لا 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 رح يحل بالتفصيل الار رح يصير عندنا جذر اكس تربيع زائد واي تربيع يار تحلون قبلي واذا تقدرون تغلبوني اذا تسعة زائد تسعة يعني جذر ثمونطعش اللي هو ثلاثة جذر اثنين اه جذر ثمونطعش هذا قابل للتبسيط ثمونطعش جاية نسوي ثلاثة جذر اثنين التسعة جذر هتلاثة والثنيين رح يبقى داخل الجذر زين بعد اذا رح نطلع كونساين الثيتة اللي هي اكس على ار اذا كونساين ثيتة هذا اكس على ار يعني شنو معناها اللي هو ثلاثة ثلاثة على ثلاثة جذر اثنين على ثلاثة جذر اثنين من اجي اقتصر ثلاثة وي ثلاثة يعني معناها رح تصن واحد على جذر اثنين خوش حاتي زين ساين الثيتة اللي هي الواي على ار اللي هي ثلاثة على ثلاثة جذر اثنين اذا نفسها رح يصير عندي ثلاثة على ثلاثة جذر اثنين يعني معناها واحد على جذر اثنين ازين وراها هنا الرفر الانقل اللي هي البي على اربعة ازين اذا هنا رح اقول زاوية الاسنات هذه رح تكون باي على اربعة يعني معناها الثيتة رح تساوي argument باي على اربعة لان ربع اول اذا معناها الزت شي ساوي الزت وي ساوي ار كوسين ثيتة زائد اي ساين ثيتة اذا كتبت القانون القانون كلش مهم اكتبة حتى ما توقع عندي اشارة يعني معناها رح يكون الزت يساوي شنو ثلاثة جذر اثنية نعم كوسين باي على اربعة زائد اي ساين باي على اربعة زائد اي ساين باي على اربعة اذا هذه المرحلة الاولى انتهنة منها زين هوش ديريد مني شكرا الاشباب هوش ديريد مني ديريد مني الجذران التربعيان كلمة جذران تربعيان يعني معناها اس واحد على اثنين من ابدي بتطبيق القانون شنو العنوان اللي رح اختاره هو نفسه رح استمر بي لكل قيم كي زين اذا ز اش واحد على اثنين هذه الصيغة القطبية اللي حصلتها رح عيد كتابتها وكلها رح تصير اش واحد على اثنين ولكن اندي فتنصيحة ممكن السهل لكم الامر الصيغة القطبية اللي حصلتها اذا كان الار خالي من الجذور فينكتب هنا على حالة ينزل على حالة اما اذا كان الار عدد وبصفة جذر يفضل اكتب القيمة القديمة مات قبل التفسيط يعني اش رح اكتب هنا رح اجي اكتب جذر 18 هس يصير اكتب 3 جذر اثنين ايه يصير ما اكتب مشكلة لكن حتى يكون حالي مرتب و رح اش يش يش بعد شوية اكتب جذر 18 وهذا رح يصير كوساين فاي على اربعة سا ايه على اربعة الكل اص نص شنو الغاية من هذه العملية اريد تنتبون علي كل زي نتيجة دي موبر تقول لي هذه النصف لل ار سير اص النصف لل ار سير اص يعني معناها رح يصير جذر 18 اس نصف القاعدة السريعة شو تقول تقول هذا المقام اضرب فيه دليل الجذر دليل الجذر تربيعي يعني هذا اسويه الجذر الرابع لل 18 من اجه هذا الحجي جذر 18 من ديريد مني جذر 18 اس نص هذا معناه 18 اس نص هذا الجذر البد داخل وكل اس 1 على 2 عند الرفع تضرب الاس يعني معناها رح يصير 18 اس 1 على 4 شنو معناها يعني معناها الجذر الرابع لل 18 بالوزارة ما يريد هذا التفصيل يريد مني ناتج نهائي اذا الناتج النهائي شي يقول يقول هذا المقام اضرب بدليل الجذر يعني بصورة عامة يا ريت لو تكتبوا لي هذا القانون اذا كان جذر اكس دليله ان اذا كان كل مرفوع للقوة واحد على ام مباشرة اش هتحولو اتبقوا جذر اكس وهذه الام اضربوها بالان يعني دليل الجذر يتحول الى ام في ان اذا هذه الملاحظة يا ريت بكتبوها دفاتركم اذا وين رح يفيدني هذا الحشين من اجي النصف اندخلها على القوس ش رح يصير عندي اقول وي يساوي الجذر الرابع لل 18 بعد كوس خط كسر π على 4 ز 2 k π على 2 ز اي ساين نفس العملية π على 4 ز 2 k π على 2 جيد سويت هذا الحشين وراها شلون اجي احسب الكي تساوي صفر والكي يساوي واحد اذا كي تساوي صفر العنوان ز قس واحد على 2 يساوي ومن الكي تساوي واحد العنوان ز قس واحد على 2 يساوي اذا منوء ردليش رح يساوي نعم علي حيط استاذ اول شي نقول انه كي تساوي صفر يودي الى جذر 18 لل جذر الرابع الجذر الرابع لل 18 نعم كوس 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 5 على 8 اذا 5 على 8 ز اي ساين 5 على 8 هذه 5 على 8 من تجي تسألها ثلاث اسئلة هل يوجد اختصار بين البص والمقام لا هل ان قسمة البص على المقام اكبر من 2 5 لا هل ان المقام قياسي 1 2 3 4 6 لا احنا متفقين اي زاوية تتمتع باللاءات الثلاث تترك على حالها هذا هذا من الكي تساوي صفر شكرا لك بعد من الكي يساوي 1 نعم نور جيد اذا هذا الجذر الرابع للثمنتعش ينزل على وضعه رح يصير كوس 9 pi على 8 زائد i ساين 9 pi على 8 اذا انتهى حل السؤال لان 9 pi على 8 ايضا لا يوجد اختصار بين البص والمقام قسمة البص على المقام هو اقل من 2 pi وان المقام ليس مقام قياسي اذا السؤال اعتقد سهل واذا عدكم اي مداخلة على حل السؤال تفضلوا سؤلوا قبل ما انتقل الى سؤال اخر استهل احنا مو قانون ما لنقدر الحول الى زاوية حادة من اشتغل هنا لا هذا من عندك دي موضر استهل زاوية حادة انا ش اريد منها زاوية حادة ش سوي بيها اطلع اطلع لقيم لا مو هذا ما طول المقام 8 فما يعني حتى لو اريد اعوض المكان الباي على 8 لتكمل الـ 90 فهم رح تطلع البقاء مقياسي فيترك السؤال على حالة دون تبسل نعم بعد ذاك سؤال زي قبل ما انتقل الى سؤال اخر اريد ارجع بالاسئلة اللي اخذناها قليلا المثال اللي اخذنا قبل شوية لو تجي تباوع العلاقة بين الجذور الاربعة هذه النتاعج الاربعة لو تجمعهم اربعتهم رح تلقى جواب صفر اربعتهم اذا تجمعهم جذر اثنين ناقص جذر اثنين صفر سالب جذر اثنين زائل جذر اثنين صفر هذا زائد هذا اثنين جذر اثنين وهذا سالب اثنين جذر اثنين رح يصير عندي صفر لو ارجع بالمثال القبل من اشوف العلاقة بين هذه الجذور الثلاثة مجموحهم رح يصير عندي مجموحهم الجذور الجذور جميع الجذور لأي عدد مركب يساوي صفر فاريد تكتبوا لي ملاحظة بدفتركم ملاحظة مهمة جدا جدا اذا مجموع الجذور رح اقول النونية يعني شنو دليل الجذر ان جذور التربيعية الثلاثة الاربعة الخمسة الستة بصورة عامة مجموح الجذور النونية لأي عدد مركب يساوي صفر واي جذر من الجذور عند رفعه الى قوة دليل الجذر يكون الناتج هو العدد الاصلي بالوزارة ممكن يجيك سؤال وممكن يجيك سأيل ستقول هاي شنو شنو الفرق بين السؤال والسأيل السؤال ممكن ينحل بصفحة كاملة لكن ما بخطورة القلم يمشي منك كيف وكل الطلاب يأخذون عليه عشرة لكن السأيل الحل ما تقصير جدا ربما سطر أو سطرين لكن بفكرة ثقيلة وهذا السأيل ما يقبل القسم على اثنين لو صفر لو عشرة ما يشاقة ما يتفهم لكن السؤال إذا ما تأخذ عشرة ممكن تأخذ تسعة ممكن تأخذ ثمانية إذن شلون ممكن يجيك السأيل وهذا السؤال أو السأيل اللي رح أرد هس لحد الآن لم يرد في الامتحان الوزاري واحتمال يجي كل شي يصير زين خلي نشرحها وبعدين نكتبها أقول لك إذا علمت أن اثنين من الجذور الثلاثة لعدد مركب معلوم هما يطيك هذا الجذر وهذا الجذر جد الجذر الثالث ثم جد ذلك العدد فإذا أطاك جذرين من الجذور الثلاث الجذرين رح تجي تجمعهم الجذر الثالث رح سسميه مثلا M رح تكتب لي الجذر الأول زائد الجذر الثاني زائد M يساوي صفر حسب الملاحظة لأخذناها ذلك تجي تجمعهم تحولهم إلى الطرف الآخر إذا طلع لك الجذر الثالث ثم جد العدد الأصلي الملاحظة تقول أي جذر من الجذور الثلاث إذا هم ثلاث جذور وإذا أربع جذور أي جذر من الجذور الأربعة أي جذر من الجذور الخمسة إذا كان خمس جذور عند رفع إلى قوة دليل الجذر يكون الناتج العدد الأصلي هذا السالب ثلاث آي سأقول علي تكعيب سيصير عندك سيصير هنا سالب 27 آي تكعيب يعني معناها 27 آي وين رجع عنا العدد الأصلي فأريدك تكتب لي مثال إذا كان جذر من الجذور الثلاث إذا كان جذرين من الجذور الثلاث لعدد مركب معلوم هما تكتب لي هذا الجذر وتكتب لي هذا الجذر ثلاثة جذر ثلاثة على ثنيا زائر ثلاثة على ثنيا آي وسائر ثلاثة آي جد جذر الثالث ثم جد العدد الأصلي إذا شرحت السؤال ورح يبقى واجب عليكم زين فكرة أخرى رح ننهي بها محاضرتنا اليوم لكن شوية رح نطول بها جماعة العربي كتبوا جذر الصيغة القطبية للعدد المركب وتركف فراغ صغير ثم جد الجذور الخمسة له زين المتميزين كتبوا لي find الثالث فولار فورم أو وين المصطر واتلق فراغ وانت فاينت فاينت روت أوفت إذن جد الصيغة القطبية للعدد المركب من هو هذا العدد المركب هذا هو جذر ثلاثة زائد آي تربية وهنا أيضا في تبولي جذر ثلاثة زائد آي تربية إذن السؤال فيه جزئين الجزء الأول دا يريد مني الصيغة القطبية للعدد المركب والصيغة الثانية ثم جد الجذور الخمسة له حسا بعض الطلاب يقولون شو ما قلت لنا ديموبر مجيب الطاري ديموبر إذا ردت منك جذور ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وفوق حتى لو ما قلت لك ديموبر أنت لازم تستخدم ديموبر لأن منهجنا ما يتحدث عن إيجاد جذور إلا الجذور التربعية رح تلقى سؤال بالوزاري رح أطي كياظ من الواجبات اليوم يقول لي ونعطيني هذا العدد المركب جد الجذران التربعية للسالب الثانية محدد لا قلت اللي ديموبر ولا قلت اللي فرضية اللي عجبه يشتغل على الفرضية قال x زائد y تربيع يساوي سالب اثنين i وبعدين رح يقول x تربيع ناقص y تربيع زائد اثنين x y يساوي سالب اثنين i وبعدين حقيقي يساوي حقيقي وتخيله يساوي تخيله يكمل الحل وطلع عنده جواب واللي عجبه يشتغل على ديموبر قال z يساوي اثنين في كوساين ثلاثة باي على اثنين زائد i ساين ثلاثة باي على اثنين وبعدين هنا قال z واحد على اثنين واستخدم النتيجة لكن بهذا السؤال جد الصيغة القطبية بين الصيغة القطبية ما تقبل غلط ثم جد الجذور الخمسة له اكيد باستخدام ديموبر ما عندي بيها مجال ولكن هنا عندي اكثر من طريق لحل السؤال الطريق الاول رح اجل شوية رح نمشي على الطريق الثاني اللي رح اسميه الطريق بي من يريد مني صيغة قطبية لهذا العدد المركب رح اسمي العدد المركب z يساوي جذر ثلاثة زائد i تربيع ورح اسويه مربحة دانية شون مربحة دانية ثلاثة زائد اثنيان جذر ثلاثة i زائد i تربيع يعني معناها الزتش يساوي اثنيان زائد اثنيان جذر ثلاثة i من اجيه حوله الى نقطة يعني رح يصير الزتش يساوي اثنيان جذر ثلاثة او حفوا رح يصير عندي اثنيان اثنيان جذر ثلاثة الار رح يصير جذر x تربيع زائد y تربيع اربعة زائد اطنعة ستة جذرها اربعة فسين ثيتا رح يصير x على r يعني معناها واحد على اثنين سين ثيتا رح يصير y على r اللي هو جذر ثلاثة على اثنين الاسناد رح يصير pi على ثلاثة ثيتا ايضا pi على ثلاثة اذا وراء ما اكمل كل الحجي بالتفصيل رح يطلع z يساوي اربعة كوسين pi على ثلاثة سائد i سين pi على ثلاثة خلاص اذا هذا صيغة قطبيا زيان ثم جد الجذور الخمسة له اذا معناها شنو العنوان ماتي جديد العنوان رح اجي اقول z 1 على 5 رح اقول z 1 على 5 ش رح يساوي هذا مباشرة رح اكتب رح يصير 4 1 على 5 كوسين pi على ثلاثة زائد 2 k pi على 5 زائد i سين pi على ثلاثة زائد 2 k pi على 5 اذا صارت خطوة المفروض هذا كله يصير 1 على 5 من اكتب هنا 1 على 5 وبعد اجي اكتب هذا الحجي ما يكون مشكلة المهم k كم وحدة رح تصير عندي رح تصير عندي خمس كيات لكن تبدي بالصفر وتنتهي بالاربعة اذا اش رح يصير عندي من k يساوي اش رح يصير عندي العنوان رح يصير z 1 على 5 يساوي الجذر الخامس للاربعة و رح اختار cos زاوية زائد i sin زاوية اذا هذا الامر رح يتكرر خمس مرات اذا هذه المرة الاولى وينعاد المرة الثانية وينعاد المرة الثالثة وايضا ينعاد المرة الرابعة وينعاد المرة الخامسة هس اريد انتو تقولولي شنو قيم الزواية في هذه الحالات الخمسة طبعا الكي رح اجي ااخذ الكي صفر ورح ااخذ واحد واثني وثلاثة واربعة اذا ما هي قيمة كي الاولى عبدالله احمد نعم استاذ نعم كي صفر اذا زاوية طاعة لخمس اذا اول زاوية رح اصير عندي باي على 15 مرة بالسين ومرة بالكوسين وهذه الزاوية تتمتع باللاقات الثلاث اذا تترك على حالها دون تفسير شكرا شكرا لك زهراء عبدالعظيم من الكي تساوي اثنين او كي تساوي واحد نعم استاذ نعم استاذ سبعة باي على 15 اذا معناها من اريد احسبها على الطريقة السريعة رح اقول ثلاث في اثنين هذا ستة ستة باي زائد باي اذا معناها رح يصير عندي سبعة باي على 15 مرة بالسين ومرة بالكوسين اذا هذا سبعة باي على 15 زيان احمد عبدالستار ما هي الكي الاخرى سبعة باي ناقص باي ستة فان زاو ستة سبعة ستة اذا معناها 13 باي على 15 وهذه ايضا 13 باي على 15 ضحى ما هي الكي من كي ثلاثة شنو قيمة الزاوية تسات باي على 15 اذا من الحضيب ستة نعم اذا ايضا 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 اشلون ستة ثلاثة 18 18 ويا باي ثلاثة 18 باي على 15 ايضا هنا استخدمت الطريقة العلمية وممكن استخدم الطريقة السريعة اكيد الكي الاخيرة من الكي تساوي 4 هذا اش رح يصير عندي رح يصير 25 باي على 15 زائد i ساين 25 باي على 15 كلهن غير قابلة للتبسيط باستثناء الاخيرة اذا كان صيغة السؤال جد الصيغة القطبية للجذور الخمسة اذا فقط الصيغة الاخيرة بس اقسم على خمسة يعني معناها اش رح يصير عندي اقول وي يساوي اذا هنا هذا النسخ رح يرجع مرة ثانية اذا معناها الكي تساوي بعدني الكي تساوي اربعة رح اجي امسح هذه اذا معناها رح يصير عندي زت قص واحد على خمسة هو كوساين اش قد رح يصير خمسة باي آسف جدا اذا خمسة باي على ثلاثة زائد اي ساين خمسة باي على ثلاثة هذا اذا قل اري صيغة قطبية لكن اذا ما قل اي زاوية قابلة للتبسيط يفضل انا بس طفا اذا اقول ويساوي الجذر الخامس للاربعة الباي على ثلاثة تعادل ستين درجة فيه خمسة ثلاثمية بالربع الرابع الكوساين موجب يعني معناها نص والساين سالب يعني معناها الجذر ثلاثة على اثنين آي زين هذه طريقة تحل السؤال الاولى يجيني طالب يقول لي لا انا خطرة باري غير طريقة اللي رح اسميها الطريقة اي يقول رح ااخد داخل القوس اسميه زت زت يساوي جذر ثلاثة زائد اي و احولها الى نقطة يعني رح يصير عندي بي زت يساوي جذر ثلاثة واحد الار رح يساوي اثنين كوساين تيتا رح يساوي جذر ثلاثة على اثنين ساين تيتا رح يساوي واحد على اثنين زاوية الاسناد هي باي على ستة يعني معناها تيتا تساوي باي على ستة يعني معناها الزت ايش رح يصير عندي اثنين كوساين باي على ستة زائد اي ساين باي على ستة زين من ديريد مني الجذور الخمسة له المن مو للجذر ثلاثة زائد اي ديريد للجذر ثلاثة زائد اي تربيع اذا لازم اسوي مبار هندي مبار اذا اطيع عنوان جديد اقول زت تربيع يساوي اعيد كتابة الصيغة القطبية لحصلتها اثنين كوساين باي على ستة زائد اي ساين باي على ستة الكل تربيع يعني معناها الزت تربيع يساوي اربعة كوساين اثنين باي على ستة ساعت اي ساين اثنين باي على ستة زين هل يوجد اختصار بين البص والمقام نعم يوجد يعني معناها الزت تربيع يساوي اربعة كوساين باي على ثلاثة زائد اي ساين باي على ثلاثة خليها ببالكم معلومة كلش مهمة بعد تطبيق مبرهنة ديموبر وقبل تطبيق النتيجة من احتاج ان اطبق المبرهنة والنتيجة معا بعد تطبيق المبرهنة وقبل تطبيق النتيجة يجوز ان اسأل الزاوية سؤاليا فقط ممنوع اسأل هالسؤال الثالث اذا اكو اختصار بين البص والمقام اختصر اذا قسمة البص المقام اكبر من اثنين باي اخفض السؤال الثالث ممنوع ليش السؤال الثالث ممنوع لان السؤال الثالث يرجع لي الى صيغة جبرية انا النتيجة تريد مني صيغة قطبية اريدكم اتقارنون بين هذه الصورة الحصنناها بالطريقة الاولى وهذه الصورة الحصنناها بالطريقة الثانية نفس الصورة لكن باختلاف العنوان اذا استخدمت الطريقة ب العنوان رح يكون زت اس واحد على خمسة لكن اذا استخدمت الطريقة اي رح يكون العنوان زت تربيع اس واحد على خمسة يعني ذن العناوين الفرعية كلها رح صير زت اس ثنيان على خمسة اذا لازم تبيز بين استخدامك للحالة الاولى شنو العنوان تختار والحالة الثانية شنو العنوان تختار رح تقول لي اذا هذا السؤال جانب الوزار شلون احل على الطريقة اي لو طريقة ب انا اقول لك الجواب النموذجي رح يجي اثنين هم ولكن الافضل لك ان تحل على الطريقة ب زين رح تقول لي شنو صيغة السؤال المحتملة حتى يجبرني احل على الطريقة اي اذا كانت صيغة السؤال حسب ما يلي باستخدام مبرهنة ديمو وفار جد جذر ثلاثة زائد اي تربيع با يوزن ديمو وفار تيورام فايد ويقول لك جذر ثلاثة زائد اي تربيع ثم جد الجذور الخمسة له اذا رح تكون مجبر على استخدام الطريقة اي واذا استخدمت الطريقة بي رح يطيق غلط لان لان دي جبرك يقول لك باستخدام مبرهنة ديمو وبر بعد اذا كانت القوة اكبر من اثنيا مثلا القوة سبعة حتى اذا مقلك باستخدام ديمو وبر لكن الحل بدون ديمو وبر ربما يكون صعب فاني يفضل ان استخدم الطريقة هذا السؤال موجود بالكتاب وجاي بالوزاري واكو سؤال اخر اجي بالوزاري رح اضطيك يا واجب اليوم بان يقول لك جد الصيغة القطبية المن للواحد زائد اي تربيع ثم جد الجذور الفلانية له اذا تستخدم الطريقة اي من تقول لي واحد زائد اي رح تحول الى الصيغة القطبية بشت خطوات لكن الطالب اللي يسوي مربح الدانية واحد زائد اي تربيع يصير واحد زائد اثنين اي زائد اي تربيع يعني رح يبقى فقط اثنين اي من حول الى الصيغة القطبية بخطوة واحدة تصير اثنين كوساين باي على اثنين زائد اي ساين باي على اثنين ويطولنا عليكم اليوم و رح بقى عندي فقط الواجبات اذا اذا اعدكم اي مداخلة قبل اعطاء الواجبات اذا ما كوا طلاب المتميزين صفحة 84 كلها اريدها بالدفتر صفحة 84 اريدها بالدفتر شوف هنا السؤال الاول اذا اقول لك هنا الواحد حولته الى الطرف الاخر حولته الى الصيق القطبية وبعدين قلت هنا اسف 1 على 3 هذا ما قاين لي باستخدام دي موبر كان قدرت احل فرق مجموع مكعبية قوس ازغير اك زائد 1 قوس شبير اك ستر بيع ناقص اك زائد 1 يساوي صفر اما او والقوس الشبير من اساوي بالصفر احل بالدستور رح يطلع عندي نفس الجواب اذا هذا السؤال الاول وايضا هنا السؤال الثاني هذا اصلا ناطق يا واجب السالب اربعة اي تحول للطرف الاخر وبعدين تاخد الجذر الرابع للطرف اذا هذا الواجب الاول بعدني هنا للمتميزين ورمان نكمل لحط الواجبات الدق هنا يقول لي ثري روت على كل كلاهما مقبولة اذا هنا جد الجذور التكعيبية للعدد المركب 8 اي يشبه 27 اي الحل من اجب 2005 و 2015 هنا قال حل المعادلة اذا هذا حول للطرف الاخر يصير 8 اي وايضا حول الى الصيغ القطبية لكن الفرق هو فرق العنوان هنا العناوين كلها زت اس 1 على 3 لكن هنا العنوان من رح اقول اكس تكعيب يساوي من اخذ الجذر التكعيبي للطرفين العنوان كله رح يصير اكس يساوي اذا هذا اريد تطلع عليه بالملزمة ما كداعي تحلى بالدفتر صفحة 97 الاطلاع بالملزمة فقط صفحة 98 اريد بالدفتر هذا الاحتيات علي واحد زائد اي ومحلول بطريق تيه صفحة 99 بالملزمة كلها صفحة 100 رح ناقش الدرس الجاي صفحة 101 اريد بالملزمة الافكار مكررة صفحة 102 الاول تقرأ بالملزمة والثاني هذا قديم هنا دا يقول لي هنا احسب باستخدام دي موبر السالب اثنيا بعض الطلاب يتوهم من يقول سالب اثنيا رح ينزل للمقام يقول واحد على قوس تربيح لحد الان صحيح لكن من دا يجيب بالامتحان بعض الطلاب دا يقول لي قوس واحد على اثنين ويحل نتيجة دير بالك اذا هذا هو هذا قديم ما كو داعي تحل بس دير بالك من الخلط بالمفاهيم اذا صفحة 104 ما كو داعي يحلي صفحة 105 تحلي السؤال الاول سؤال 2018 ياريت يكون بالدفتر لان الصيغة القطبية لازم تمر بعد مراحل 6 مراحل وهذه الافكار كلهم اخذيها ترحون الى تمارين 5 1 السؤال الرابع اريده بالدفتر صفحة 103 و صفحة 110 عفوا اريده بالدفتر 11 تطلع عليه بالملزمة 112 سؤال سادس تطلع عليه بالملزمة تحلي تحلي السؤال السابع بالدفتر وتحلي سؤال التمارين العام ايضا بالدفتر ذول طلاب المتميزين وبإمكانهم ان يغادرون الجلسة اما طلاب الدراسة الاعتيادية الواجب مالتهم صفحة 63 او صفحة 62 المثاليا صفحة 62 هذه المثاليا سوى وبعدين يرحون الى صفحة 74 نعم اذا اكو سؤال سوى عفو اذا استعملنا ديموفر نقدر نسل سؤالين من ثلاث ثلاث مثل نسل نعم لا انا قلت اذا استخدم ديموفر ووراها مباشرة نتيجة ديموفر اسأل سؤالين لكن اذا ادي موبر انا اسأل ثلاثة سؤالين انا قصد انه يكون وراها نتيجة نعم استاذ اوال ما للاختصار انذا كان اختصار بس السؤال الثاني شنو ما للقسمة اهل الثاني اذا قسمت البصع المقام فوق الاثنين باي اخفض يعني يعني طلعت 17 باي على ثلاثة اخفض استبدل 17 بباقي قسمتها على ضعف المقام اسويها خمسة باي على ثلاثة سؤال الثالث شنو كان اذا كانت الزاوية المقام قياسي واحد اثنين 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 اربعة ستة احول الى صيغة جبرية هذا ما يفيدني لان هنا نتيجة ديموفر تطلب مني صيغة قطبية ازيان اذا هنا الواجبات صفحة 74 السؤال الاول والثاني بالملزمة لكن السؤال الاخير هذا تحلى بالدفتر اذا ديشوفه هذا شوك جاي بالوزاري جاي بالالفين ودعش وجاي بالعشرين الف ومثين ووطنعش هذا بعد كم سنة اذا عندي هنا صفر عندي هنا اثنين زايدة هو الفين وطنعش بلك هذا يجي عام عشرين الف ومثين وطنعش زين اذا هذا اريده بالدفتر صفحة 75 الاول بالملزمة لكن الثاني اريده بالدفتر هذا الواحد زائد اي تربيع بطريقتين حالة اليك بالملزمة وصفحة 76 بالملزمة صفحة 77 اول واحد بالملزمة ثاني واحد رح نناقش الدرس الجاي صفحة 78 اول واحد بالملزمة ثاني واحد اريده بالدفتر صفحة 79 اثني اثنين اثن بالملزمة وصفحة 80 اول واحد تقرأ بالملزمة ثاني واحد تحل بالدفتر اخافي هنا تلقي هذه زت مكتوبة زت ثلاثة هنا شوي خطأ بالطباعة بس هذه الثلاثة الصحيدة فوق يعني زت تكعيب واني بالحل كاتب زت تكعيب تمارين واحد خمسة السؤال الرابع اريده بالدفتر وصفحة 83 تطلع عليها بالملزمة والسؤال السادس تطلع عليها بالملزمة السؤال السابع بالدفتر والتمارين العام السؤال الثالث بالدفتر هذا كل ما موجود محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله الاسبوع القادم بقالي فكرة كلش صغيرة ابو السال بتلاه على اثنيا راح نحتيها ونمتحن او ننتقل مباشرة الى الفصل الثاني القطوع المخروطية الى الاسبوع القادم ان شاء الله شكرا لحسن اصغائكم تطلعون على خير